اشتركوا في القناة جثمان الطفل المغربي ريان بعد نقله بواسطة سيارة اسعاف لاحد المستشفيات بعد وفاته وقالت بعض المصادر جثمان الطفل ريان متواجد في المستشفى العسكري بالرباط لتحديد سبب الوفاة الطفل ريان اتوفى بسبب الحادث المفجع اللي اودى بحياته وهو سقوته في البئر واعرم الملك محمد السادس ملك المغرب عن احر تعزيه واصدق مواساته لكافة افراد اسرة الفقيد في هذا المصاب الاليب الذي لا راد لقضاء الله فيه وضع الله ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم زويه جميل الصبر وحسن العزاء في فقدان فلزات كبدهم وانتقدت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان غياب الدول الأوروبية والدول الكبرى المتقدمة على عملية انقاذ الطفل المغربي ريان أورام اللي تسبب بوفاة الطفل اللي ظل عالق في البئر لمدة خمس أيام متواصلة وتوفى قبل أن يتمكن رجال الإنقاذ من الوصول إليه وانتقد المتحدث الرسمي للمنظمة زيدان القلائي كافة الدول الأوروبية لعدم مشاركتهم في إنقاذ الطفل المغربي ريان بأساليب متطورة منذ اليوم الأول للواقع لأن ده كان هيسهم في إنقاذه من الموت وأشادت المنظمة بجهود الحكومة المغربية والسلطات المغربية وفرق الإنقاذ في عملية إنقاذ الطفل وتقدمت بالتعازي لأسرة الطفل والشعب المغربي وأشادت المنظمة باهتمام العاهل المغربي جلالة الملك محمد السادس بقضية الطفل ريان من البداية والتوجهات الملكية بضرورة إنقاذ الطفل وتقدم عبداللطيف وهبي وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة بخالص تعازيه في وفاة الطفل ريان الوفاة المالية بعد أن سقط في بئر في جماعة تمروت في إقليم شيف شاون والوهبي في تدوين له على صفحته الرسمية في موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ببالغ الأسى والحزن تلقينا نبأ وفاة الطفل ريان بعد خمسة أيام من الجهود المبزولة من قبل السلطات العمومية لإنقاذه وآل وزير العدل في تدوينته أيضا بهذه المناسبة الحزينة أتقدم لوالدي وعائلة الطفل ريان بأحر التعازي راجيا من العلي القدير أن يرزقهم جميل الصبر وحسن العزاء وإن لله وإن إليه راجعون وتفاعل المعلق الجزائري حفز الدراجي مع وفاة الطفل المغربي ريان أورام وعبر الدراجي عن تأسره الشديد بعد وفاة الطفل ريان وقدم تعزيه لعائلة الفقيد والشعب المغربي كله وجاءت رسالة الدراجي في تغريدة عبر حسابه على تويتر أل فيها توفى ريان بعدما أحيى النفوس وجمع القلوب على مدى ميت ساعة صارع فيها الحياة وحيدا في قاع بئر مظلم لكي يسخر الله لك الملايين من الناس يهتمون لأمرك ويحزنون لفراقك يجب أن تكون ريان لم تكن ابن أمك وأبوك بل ابننا جميعا رحمك الله وألهم زويك وكل الشعب المغربي الصبر والسلوان وذكر صحفيون تواجده في موقع البئر اللي توفى فيه الطفل المغربي ريان إن الطفل مات قبل إنقاذه من البئر وإنه كانت هناك شكوك بشأن حدوث أمر ماء له قبل إنقاذه بيوم لكن تم استكمال الإنقاذ مع التمسك بأي عمل له قبل أن يتأكد الفريق الطبي اللي دخله من وفاته رسميا ليتم إخبار أسرته وقال عادل أزوبيري مرسل قناة العربية في موقع الحدث إنه كان هناك اجتماع مطول قبل إخراج جسمان ريان بين والد منطقة ووالده ومن المرجح إن في هذا الاجتماع جرى ترتيب أمور مع العائلة لاستكمال عمليات الإنقاذ وأضاف حتى لو أعلن فرضا وفات ريان الرأي العام المغربي كان سيطالب بالجسة والحقيقة إن السلطات المغربية استكمالت جهود الإنقاذ موفرة كل الإمكانيات وأوضح مراسل قناة العربية أن عائلة ريان كانت متمسكة بالأمل وأن والدته تحت تأثير الصدمة غابت عن الوعي ووضح إن عائلة ريان قاروية جبلية متواضعة ويسكنون قرية جبلية نائية بعيدة وروا الصحفي المغربي على الهواء مباشرة توافق ما ذكره الكاتب الصحفي المغربي أحمد ويزان في بس مباشر على قناة العربية ووضح إنه قبل إنقاذ الطفل ريان بيوم سأل عدد من الصحفيين المتواجدين في مكان الحدث شخصه قال لهم إنه هو المسؤول عن الخلية الإعلامية المسؤول عن الحفر وسأل عدد من الزملاء عن حالة ريان ورفض الإجابة وأضاف إحساس الشخصي قلت إن مدام هذا المسؤول لم يعطي توضيحا عن حالة ريان فإنه لاك أمر ما يحيط بحالته وذكر الصحفي محمد سعيد السوسي في بس مباشر إن تحركات عناصر الإنقاذ والفريق الطبي كانت بتشير لوفاة الطفل ريان وأضاف السوسي إنه تم نقل والد ووالدة ريان إلى سيارة إسعاف قبل إدخالهم نحو النفق وأعتقد في النفق تم إخبارهم إن ريان فارق الحياة وأوضح إنهم حينما خرجوا من النفق كانت والدة ريان منهارة وتبكي وتزرف الدموع وأشار إلى أن المسؤولين كانوا يتحركون بشكل سريع ويطوقون المكان مضيفا أكيد إن خبر وفاته كان قد وصلهم قبل اللحظات الأخيرة وقال إن الصحفيين كانوا يتساءلون عن سر تأخر الفريق الطبي في الخروج بعد جثمان ريان يبدو إن الفريق تأكد من وفاة ريان لذلك تأخر في الخروج بعد أن أخبر السلطات بهذا الأمر ما فاتتش دقائق من إعلان وفاة الطفل ريان المغربي حتى عوض الله الأمة الحزينة على الطفل المغربي بريان آخر في فلسطين وأعلن الشاب حمزة منصور من قرية ديرابزيع غرب رمالة إنه رزق بطفله سماه ريان تضامنا مع قضية الطفل ريان المغربي وتخليدا لذكراءه برغم الحزن على وفاة الطفل ريان رحمه الله تعالى لكن مأساته وحدت الأمة وذكرت الجميع أننا أمة وحدة تتألم لمصاب كل واحد فيها وتوحدت قلوب المسلمين والوطن العربي كله على قلب رجل واحد بعد أن ظلت على طول خمسة أيام يتلاحمون ويتضامنون بالدعاء والصلاة والتوجه إلى الله بالدعاء أن ينقذ الطفل الصغير من غياه بالبيع والموقف العظيم هذا يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عدو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمة وكذلك بالآية الكريمة في كتاب الله تعالى من سورة الأنبياء إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وسقط الطفل المغربي ريان في حفرة مائية جافة في غفلة من والده الذي كان يهم ببناء سقف عليها قبل أن تتوالى محاولات الإنقاذ سواء من خلال إدخال متطوعين إلى الحفرة وهي العملية التي باءت بالفشل نظرا نضيق قطرها أو من خلال عمليات الحفر الأفقي بالموازاه مع الحفر وانفجرت مراسلة كولات الغد إكرام الأزرق في البكاء الهيستيري أثناء بسها نبأ وفاة الطفل ريان بعدما أضى خمس أيام عالقا في بئر تحت الأرض بطول 32 متر في شفشاون في المغرب تضامن عربي وعالمي دول تعزي المغرب في وفاة الطفل ريان الكاهرة خالص العزاء للمغرب الشقيق ونحن دائما معكم الإمارات خالص العزاء للمغرب الشقيق والإنسانية تجمعها المملكة العربية السعودية نعزي أسرة الطفل ريان والقيادة والشعب المغربي الشقيق رئيس البرلمان العراقي الطفل ريان عنوان لملحمة إنسانية الرئيس الفرنسي نشارككم حزنكم وظهرت أسرة الطفل المغربي ريان في مشهد مؤثر عقب تلاقيها خبر وفاة ابنها بعد أن أمضى خمسة أيام عالقا داخل بئر على عمق 32 متر تحت الأرض وبعسة النادي الأهل في الإمارات وقفت دقيق أحداد على الطفل ريان قبل بداية المران لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله تشجيعا لنا لنشاهد تشجيعا لنا لنشاهد تشجيعا لنا لنشاهد